صوت العقوبات الاقتصادية على روسيا ماضاً بلا هوادة بسبب هجومها العسكري على أوكرانيا لكن مسألة استهداف قطاع الطاقة الروسي في إطار حزمة العقوبات تشهد تصدعاً في المواقف الدولية الولايات المتحدة ورغم اعتمادها بدرجة أقل بكثير من أوروبا على المنتجات النفطية الروسية تبحث إدارة بايدن حالياً إمكانية فرض حضر على واردات الطاقة الروسية وتسعى في الوقت ذاته لدعم أوروبي في تلك المسألة حسب مصادر أمريكية فإن إدارة بايدن مستعدة للتحرك منفردة في تلك الخطوة لم يتخذ الرئيس بايدن أي قرار في هذه المرحلة بشأن فرض حضر على استيراد النفط من روسيا وتلك المناقشات جارية داخلياً وكذلك مع نظرائنا وشركائنا في أوروبا وحول العالم ملف الطاقة الروسية سيكون على طاولة مجلس النواب الأمريكي الذي سيصوت في وقت لاحق على قانون يشرع حضر استيراد منتجات النفط من روسيا وتعليق العلاقات التجارية معها ويعطي هذا القانون للرئيس الأمريكي الحق في رفع الضرائب على الواردات الروسية أما الجبهة الأوروبية الموحدة على صعيد العقوبات الاقتصادية فيحرص التكتل على تفادي استهداف قطاع الطاقة الروسية الذي يعتبر أساساً للقارة العجوز ألمانيا مثلاً ترفض قضية فرض حضر على واردات الغاز والنفط من روسيا إلى حين إيجاد مصادر بديلة موقف يتطابق مع قرار الحكومة البلغارية التي أكد رئيس وزرائها أن بلاده قد تطلب استثناء من أي عقوبات أوروبية جديدة قد تفرض على واردات الطاقة من روسيا التحركات الدولية لتضييق الخناق على الاقتصاد الروسي دفع موسكو للتحذير من عواقب كارثية على سوق النفط العالمية في حال حضر على صادراتها النفطية ودفع الأسعار لمزيد من الصعود قد تصل إلى 300 دولار للبرميل الواحد وربما أكثر من ذلك ترجمة نانسي قنقر